دعوني أكون واضحاً ما من طرف في أي نزاع مسلح يمكن أن يكون فوق القانون الإنساني الدولي منذ بي صحافة إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال ألاف الأولاد والبنات قتلوا يومياً وبالشكل العام هذا أكبر عدد قتل في مثل هذا الصراع لم يسبقه وهذا لم يمر علينا في تاريخ مؤسستنا أحيي كل من يواصلون عملهم في إنقاذ الأرواح على الرغم من كل التحديات والمخاطر وهذه الكارثة التي تتجلى يوماً بعد يوم تجعل إدخال المساعدات أولوية قصوى وملحة ولا بد من الاستعجال بها وبالتالي نحن علينا مسؤولية مباشرة بأن يتم وقف هذه المعاناة الجماعية والسماح لدخول المساعدات الإنسانية لغزة اليوم الأمم المتحدة وشركائها تطلق 1.2 مليار دولار ليصل إلى كل سكان قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية وفدس الشرقية مساعدات لإنقاذ الأرواح تدخل لغزة من مصر عبر مابر رفح لكن هذه المساعدات لا تلبي جزءاً طفيفاً من كمية الاحتياجات هذا لا بد من إدخال الشاحنات بالكمية المناسبة وعدد قليل دخل وقبل هذه الحرب كانت 500 يومياً وهلآن لا يلبي أي احتياجات ودون وقود طبعاً نحن نتحدثون عن أن المساعدات دون وقود ودون وقود لا يمكن تحلية الياه وأيضاً أجهزة إنقاذ الحياة في المستشفيات وكذلك الطريق واضح للأمام نهيك عن أن أيضاً كل المرافق التي تحتاج إلى الطاقة لا بد من إصلاحها هذه المساعدات نحن بحاجة إليها الآن وإطلاق صراح الرهائن الآن الحاجات الآن والرهائن الآن المزيد من الطعام والدواء والوقود يدخل بأمان وبسرعة إلى غزة الآن وكذلك لإصال المساعدات والمواد لكل أهالي غزة الآن وعدم استخدام الشعب كأدرع بشرية الآن كل هذه الأمور نحن بحاجة لها الآن وبحاجة لتمويل أكثر الآن إضافة إلى ذلك فما زال لدي قلق متزايد حول زيادة العنف وتوسع هذا الصراع الضفة الغربية وقدس الشرقية في نقطة الدروة وأيضاً هناك مخاطر انتشار وهذا الصراع إلى خارج المنطقة ليصر إلى لبنان وسوليا والعراق واليمن هذا التصعيد لمدة من وقفه الجهود الدبلوماسية والعقلانية يجب أن تسوء الكراهية والتحريد والاستبزاز لا بد من وقفه يزعجني جداً زيادة اللاسامية ومنهضة الإسلام أيضاً هذه المسألة جعلت كثر يشعرون بعدم الأمان المشاعر متأججة والتوتر عالي جداً وصور المعاناة تفضل القلوب وتسحق الأرواح ولا بد من أن نجد طريقاً لأن نعود إلى إنسانيتنا المشتركة غالبية المدنيين في غزة من نساء وأطفال يذعرهم القصف المتواصل وزملائنا 89 من موظفي الأنروا كانوا مع أسارهم قتلوا بمن فيهم معلمين حرس موظفي مساعدة لكن هذه كارثة أيضاً لدينا سالبة أصبحت مطورة برامج كانت تفوق جداً وعاملت على تقنيات المعلمات في الأنروا وكانت مصدر إلهام لنا جميعاً وأفكر بكل هؤلاء الذين عدوا وقتلوا في إسرائيل والرهائن الذين أخذوا من بيوتهم ومن أسارهم ومن أصدقائهم بينما كانوا يمارسون حياتهم بكل بساطة قبل عشر أيام التقيت ببعض أفراد أسر هؤلاء الرهائن سمعت رواياتهم شعرت بألمهم وحرك مشاعري كل ما سمعتهم ولن نتهاون في العمل على إطلاق صراحهم فوراً هذه مسألة بحد ذاتها أساسية لمواجهة كل التحديات الباقية إحدى الأمهات أطلعتني على ألمها حول ابنها الرهينة أرش وقالت وأقتبس هنا منها عندما تغضبون على أطفال طرف ولا تشعرون بالطرف الآخر هنا تأتي الإنسانية التي نرها منقسمة وأنهي هنا الاقتباس وهنا كأنه في واقتبس منها مرة ثانية تقول أنه في المنافسة على الألم لا يوجد طرف رابح ولا طرف خاسر كلاهما خسراً هذه المأساة لا بد أن تدفعنا لأن نساعد في تطبيب الجراح والعمل من أجل حل الدولتين لإسرائيليين وفلسطينيين يعيشون بسلام وأمن جنباً إلى جنب شكراً لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات شكراً